هذا وينص أدستور الإماراتي على دعوة المجلس الأعلى للاتحاد للاجتماع خلال شهر في حالة خلو منصب الرئيس أو نائبه بهدف انتخاب من يشغل المنصب الشاغر ويحدد أدستور الإماراتي مدة ولاية رئيس ونائبه بخمس سنوات مع جواز إعادة انتخابهما لذات المنصب كيف تنتخب الإمارات العربية المتحدة رئيسها؟ سؤال تصدر المشهد منذ آلان وفاة شيخ خليفة بن زايد آل نهيان وإعلان انتخاب محمد بن زايد خلفا له ينص الدستور الإماراتي خاصة في مدته رقم 53 على أنه عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما لسبب من الأسباب يدعى المجلس الأعلى لاتحاد خلال شهر من ذلك التاريخ للاكتماع لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر وبحسب المادة الحادية والخمسين من الدستور الإماراتي يتولى المجلس الأعلى لاتحاد المكون من حكام الإمارات السبع صلاحية انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه من بين أعضاء المجلس ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس في حال غيابه لأي سبب من الأسباب هذا ويحدد الدستور الإماراتي في مدته الثانية والخمسين مدة ولاية الرئيس ونائبه بخمس سنوات مع جواز إعادة انتخابهما لذات المنصب كما يحدد الدستور الإماراتي عددا من صلاحيات اختصاصات رئيس الدولة ومن بينها رئاسة المجلس الأعلى للاتحاد وتوقيع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية وتعين رئيس مجلس الوزراء والممثلين الدبلوماسيين للإمارات لدى الدول الأجنبية وقبول أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصريين للدول الأجنبية إلى جانب أي اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام الدستور أو القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة